كما شهدت الفعاليات تكريم مؤسسة حيا كريمة عن دورها في تأهيل قرية فارس بمحافظة أسوان لتكون أولى قرية مصرية تحصل على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء وقرى العمل خلال الأشهر الستة الماضية بالتعاون المثمر بين كل منا وزارة التخطيط ومؤسسة حيا كريمة والمحافظات والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة وذلك وفق مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار القرية